تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شايع السوداني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة إلى جانب سبل الدفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها تعاون الثلاثي مع الأردن وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي